وليت التربية في المحويت مكانا للعلم والمعرفة بل باتت بؤرة للفيروسات والمخاطر البيئية والصحية التي تنهال عليها من المستشفى الجمهوري عبر المجاري التي تحمل سواء الكيميائية خطيرة ومخلفات طبية سائلة الأمر الذي ينذر بكارثة تهدد السلامة الصحية للطلاب والساكنين ما جعل الطلاب وطالبات الكلية ينفذون وقفة احتياجية للمطالبة برفع الضر عنهم لا نتضرروا أولادنا نتضرروا نحن متضررين الملارية ملان البيوت بسبب هذه البيارة إذا صمتنا على هذا الجانب فما نفوج بعد أيام إلا وها فيها في أمام القاعات إلا ما تنظروا صامتين ويقولوا لنا الآن لماذا تخرجوا لماذا الصيحة وممرضى نحن المرضى أولا لأننا نتضررنا كبيرا هل سيستوعبنا المستشفى لكي يداوي جميع الطلاب استمرار المشكلة وعدم تدخل الجهات المختصة وأهمها المجلس المحلي للمدينة يفاق من معناة الطلاب والسكان لا سيما في ظل عدم وجود ربط المجاري المستشفى بالشبكة المحلية للصرف الصحي والتعدي الصارخ بالحفرة حول حرام المستشفى ما ينذر بانهيار صور المستشفى من الجهة الغربية مشكلة ما؟ مشكلة إدارة المستشفى أو مشكلة شخص أو مشكلة جماعة لا المشكلة مشكلة مشكلة مركزية مشكلة مركزية يجب أن تعمل قنوات الصرف الصحي في المحافظة والمستشفى وغيرها وبعدين إحنا إذا قصرنا يعني يكون تحاسبون وأيضا في اعتداءات على حرم المستشفى من قبل الأناس أعتدوا وحفروا حتى خلخلوا الأرض ونتيجة الخلخلة الأرض هذه المياه بتتسرب وتنزل يعني أش نعمل إحنا أش نسوي يعني ما بيدنا إحنا نعمله يعني كارثة صحية وشيكة بانتظار سكان الحي وطلاب الكلية تتطلب تدخلا عاجلا من الجهات المختصة التي يقول عنها السكان أن أذانها سمت فلم تعد تسمع لهم وكأن الأمر لا يعنيها عرف الشماء قناة اليمن اليوم محافظة المحويت